اهلا بكم الى موجز اخبار الان ارتفع عدد القتلى الى 50 قتيل على الاقل واكثر من 200 جريح في اطلاق النار في احد المهرجانات الموسيقية في لاس فيغاس غربي الولايات المتحدة الامريكية بعد ان عمد مسلح الى فتح النار واطلاق الرصاص على الناس وعلنت شرطة لاس فيغاس في وقت لاحق انها تمكنت من تحديد مطلق النار وشيرة الى قتله قالت حكومة كتالونيا 92% من الذين صوتوا في الاستفتاء الاحد اختاروا الانفصال عن اسبانيا وقال رئيس قليم كتالونيا في خطاب له في برشلونة ان الكتالونيين كسبوا الحق بان تكون لهم دولة مستقلة بعد نزول الملايين منهم للمشاركة بالاستفتاء على استقلال حضرته الحكومة المركزية الاسبانية في حين رفضت رئيس الحكومة الاسبانية هذه النتيجة معتبرا ان الاستفتاء لم يحصل قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها ان الريف الشرقي لمدينة الرقة بالاضافة الى حي المشلب من احياء المدينة الشرقية تعرض لهجوم من قبل تنظيم داعش الارهابي استمر لثلاثة ايام حيث نشبت على اثرها اشتباكات عنيفة استطاعت سوريا الديمقراطية القضاء على افراد داعش وسط الهجوم واسر العديد منهم حيث كان عدد المهاجمين بيقارب من مئة مهاجم تسللوا من المناطق التي يسيطر عليها قوات النظام السوري ومليشياته على الضفة الاخرى لنهر الفرات اندلعت اشتباكات بين فصيل كتاب ابن تيمية وهيئة تحرير الشامة في مدينة دارة عزابري في حلب الغربي بوقت متأخرا امس الاحد في محاولة من الهيئة لسيطرة على المدينة بعد انشقاق كتاب ابن تيمية عنها حيث اصيب فيها ثلاثة مدرين بجروح وشهدت مدن وبلدات ريفي حلب وادلب المحرر مظاهرات لنصرة اهالي مدينة دارة عزة والوقوف معهم ضد اقتحاب مدينتهم وتحويلها لساحة حرب شنت القوات العراقية هجوما واسعا لستعادة بلدة الرشاد الواقع على بعد 30 كيلو متر جنوب شرق الحويجة المعقلة الاخير لتنظيم داعش في شمال البلاد وآلنت قوات الحجدة الشعبي تحرير خمس قرى جنوب رشاد منذ انطلاق العملية في جراليوم تجري بنجلادش محادثات مع ميانمار اليوم بهدف ضمان عودة اكثر من نصف مليون لاجئ من مسلمي الروهنجا الى ميانمار والذين وصل معظمهم الى بنجلادش في اواخر اغسطس ابا هات الموجة استحية وعلى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب او ان اعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك